معرفش بقى دي بركات دعوات المصر معرفش ايه اللي حصل الحقيقة ولكن طائرة بايرن اتأخرت من بلح كانوا مفروض مثلا ان يطلعوا الساعة عشرة اتأخروا سبع ساعات اتأخروا سبع ساعات وحتى كارل هاينز رومانيجي الرئيس نادي بايرن ميونيخ علق على هذا الموضوع قال ما تعرفوش انتو ضرتونا قد ايه بيكلم طبعا السلطات في مطار برلين الدولي لانه من وجهة نظره وزي ما قال شيفر المدير الفني السابق والاستوري للكاميرون قال ان هناك المباراة لما بتتلعف في السنو بتبقى مباراة في التلجي بتبقى مباراة صعبة جدا وبتاخد من ليختك البدنية الكلام ده كان مباراة بالليل الساعة عشرة لما كنا مع حضراتكم على هواء مباشرة بعد كده سفروا فضوا متواجدين في المطار لغاية الصبح لغاية لما سمحت السمح المسؤولين في مطار برلين الدولي بصعود أو بانطلاق الطائرة المتوجهة إلى أرض المونديال بالنسبة لفريق باير نوميونيخ وعلق أيضا فليك المدير الفني لنادي باير نوميونيخ على هذا الموضوع وقال أنه يعني أخيرا بقينا في الطيارة وحنحاول نوصل للدوحة في أقرب فرصة ترجمة نانسي قنقر